خلينا نروح لتاريخ مواجهات النادي الاهلي مع سانداونز الجنوب افريقي ومع نادي الهلال ومع نادي الماريخ نبدأ بتاريخ المواجهات امام نادي سانداونز مواجهات الاهلي مع سانداونز النادي الاهلي يتفوق افريقيا وتاريخيا على سانداونز فمن بين عشر مباريات جامعة الطرفين حقق المارد الأحمر الفوز خمس مرات مقابل أربع تعادلات وخسارة وحيدة في ربع النهائي نسخة 2018-2019 أما بقية مواجهات النادل آلي النادل آلي حقق لقب دولي أبطال إفريقيا على حساب سانداونز في نسخة 2001 هو واحد بالتعادل واحد واحد في بريتوريا والفوز في القاهرة بثلاثية نظيفة دونها خالد بيبو وسجل الأهداف وسجل الأهداف 15 هدف في مرمى سانداونز والنادي الأهلي تلقى عشر أهداف دي مواجهات النادي الأهلي مع نادي سانداونز أما النادي الأهلي مع الهلال السوداني نادي الأهلي لعب مع الهلال السوداني 8 مباريات كلها الحقيقة في دوري الأبطال الأهلي واجه الأندية السودانية في 16 مباراة بواقع 8 أمام المريخ ومثلهم أمام الهلال نادي الأهلي حقق الفوز في 8 مباريات مقابل 5 تعادلات وخسر في 3 مناسبات الأهلي سجل 23 هدف في مرمى الثنائي السوداني واهتزت شباكو ب13 هدف أما المواجهة الأولى كانت ما بين النادي الأهلي وأندي السودان كانت أمام المريخ السوداني في الدور الأول لإفريقيا للأندي الأبطال الدور 1983 وفاز النادي الأهلي بطل مصر ذهابا وتعادل بالخرطوم إيابا وأقصى نظيره السوداني أما المواجهة الأخيرة كانت في مرحلة المجموعات بالنسخة الماضية من دور الأبطال أمام المريخ أيضا وفاز النادي الأهلي بالقاهرة بثلاثية نظيفة وتعادل في السودان بهدفين لكل فريق ده تاريخ المواجهات ما بين الأندية السودانية وأندي أو النادي الأهلي وزي ما حضراتكم شايفين تاريخ حافل من البطلات سواء عبر أندي السودان أو عبر نادي سانداونز والجنوب إفريقي ترجمة نانسي قنقر